التحضيرات الكبيرة لمؤتمر كوب 27 المزمع عقده في شرم الشيخ تثير سؤالا مهما بشأن ما الذي تحقق من الدورة السابقة في غلاسكو وإدراكا لحقيقة أن اهتمام العالم كان منصبا على توصيات جذرية لقضايا المناخ العام الماضي فإن تقارير بيئية صدرت هذا الأسبوع تؤكد أن مبادرات تخفيف حدة التغير المناخية التي تم طرحها في قمة كوب 26 لم تكن على المستوى المطلوب فخطة خفض الانبعاثات لم تلتزم بها سوى 24 دولة من أصل 200 ووفق تقارير دولية طرحت 15 دولة من أصل 119 خلال قمة العام الماضي خططا واقعية للتعهد بخفض انبعاثات غاز الميتان بنسبة 30% عن مستويات 2020 على مستوى الغابات فإن عمليات قطع الأشجار تسجل انخفاضا قليلا لا يرتقي إلى المستوى المطلوب الذي قرره مؤتمر كوب 26 فمستوى إزالة الغابات في الأمازون وصل إلى أعلى درجاته منذ عام 2006 أما فيما يتعلق بمسألة التعهدات المالية المقررة من الدول الغنية للدول الفقيرة المتضررة من التغير المناخي فإن العز عن تقديم التمويل الكافي تسبب في تقويض الثقة في محادثات قمة كوب 26 وزاد من صعوبة إحراز تقدم على المستوى الدولي مراقبون أرجعوا السبب في تطبيق بنود قمة المناخ السابقة إلى تغيرات جيوسياسية طارئة حلت بدول العالم منها أزمة كورونا وأزمة أوكرانيا مما يدفعهم إلى وضع آمال كبيرة على القمة المقبلة في شرم الشيخ عبر إطلاق خطط أكثر فاعلية